موسيقى في الجمعية المغربية لحماية الملعم تفاجأنا بقرار الوكيل العام للملك المحكمة السنبي مراكوش القاضي بحفظ شكاية الجمعية بعلة عدم طوف فوري الجمعية على وصل الإداع النهائي الخاص بالجمعية الفرع الجيهوي جهت مراكوش أسافي وبقي فوري الجمعية ذهبنا على التقدم بالشكاية إلى النيابة العامة وهذه النيابة العامة تتعامل بجدية وبمسؤولية مع الشكاية التي تقدموا بها بحيث تحال إلى الشرطة القضائية المختصة سوى تعلق الأمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أو الفرقة الوطنية بالداربيضاء أو الفرقة الجهوية بمراكوش أو غيرها من الفرق الأخرى وكانت الشرطة القضائية تتعامل معنا بمهنية وبحرفية ولم يكن يتار حينها أي مشكلة تعلق بوصل إليه بل أكثر من ذلك أن قاضي التحقيق سبقنا هو أن يستمع لنا في كجمعية وعقدنا لقاءات مع الوكلة العامة بل وعقدنا لقاءات حتى مع رئسة النيابة العامة حول بعض الصعوبات التي تعترض ملفات الفسان ويتم استدعاؤنا من طرف مؤسسات دستورية منها مثلا الوطن النزاهة والبقاء من رشوى محاربتها استدعتنا لأكثر من مرة البرلمان استدعانا أيضا لبعض الأنشطة نضمنا مثلا احتجازات في الشارع العام باسم الجمعية وقفات ونضمنا مسيرات احتجاجية إلا أنه مؤخرا بدأ موضوع وصل الإداء يطرح لم يكن يطرح في السابق مع العلم أن الجمعية منذ أبريل 2014 وضعت ملف قنل للسلطة تبقى لمقرية المادة خمسة من قنل الجمعية مستوفي لكافة الشروط وحصلنا على تأشيرة السلطة بإداء هذا الملف وهما يعتبر وصلا مؤقتا وانتم تعرفون على أن الجمعية لما تدعو ملف القانونيا وتسلم وصل الإداء فبعد مرور شهرين على تاريخ الإداء الملف تصبح الجمعية تستحق الوصل النهائي وتصبح جمعية قائمة من ناحية القانون وتمتع بكافة الحقوق التي يضمنها القانون إلا أن السلطة منذ ذلك التاريخ منذ 2014 رغم ترددنا على مصالحها سواء في عمالة السلاء أو في وداية الرباط ورغم مراسلتنا الوزير الداخلية ورئيس الحكومة والمسلس الوطني للحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها من المؤسسات إلا أنه كل هذه المحاولات لم تتمر أي شيء وظلت السلطة ترفض دون أن نعرف الأسباب الحقيقية لهذا الربط ترفض تسليمنا وصل الإداء النهائي معلين أن الوصل الإداء النهائي يشكل عائقا حقيقيا أمام عملنا كجمعية بحيث اليوم نريد أن نعقد مؤتمر الجمعية ولكن في المكتب الوطني وفي اللجنة الإدارية الجمعية دائما تطرح أمامنا هذه الصعوبة الصعوبة القانونية لتجديد أجهزة الجمعية وانتخاب أجهزة جديدة عبر مؤتمر إلا أنه يطرح دائما هذا العائق القانوني المتعلق بوصل الإداء وكنا نقول بأن الموضوع يتعلق فقط بمزاج السلطة وبضرفية وبوقت وأنه ما دمنا نتقدم بشكايات ويتم استدعاؤنا وأنه العديد من أنشطتنا التي تتعرض للمنع أعتبرنا ذلك مؤشرا إيجابيا وأنه أننا مسألة وقت فقط لكن تبت على أنه اليوم مرت عشر سنوات عشر سنوات هي مدة كثيرة جدا دون أن تمنحنا السلطة وصل الإداء لحدود هذا اليوم وهو من أعتبره أولا يتنافى وقانون الجمعية خاصة المادة خمسة والمادة ستة وأيضا يتنافى مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد على الأدوار التشاركية للمجتمع المدني ويتنافى مع القوانية التنظيمية للجمعات الترابية ويتنافى أيضا مع اتفاقية الممتحدة لمكافحة الفساد التي تعطي أدوار مركزية ومهمة للمجتمع المدني في مكافحة الفساد واتفاقية الممتحدة لمكافحة الفساد صدق علينا مغرب سنة 2007 ونشرت في الجاردة الرسمية 2008 ما يعني بأنها أسمى من التشريعات بمنطوق الدستور للأسف الشديد قرى الوكل العام بحفظ الشكاية سبقته تصريحة وزير العدل وزير العدل الذي أكد بأن جمعية حماية الملعام لا يحق ولا أن تتقدمها بالشكاية وأن الوشاية الكاذبة يجب أن يعقب عليها بعشر سنوات وأن هذه الجمعية تتجرى المنتخبين والمسؤولين في المحاكيم لسنوات ولمدة طاولة وأنه لا يحق لهذا لك لأن المال العام هو مال يهم الدولة كأن نحن لسنا جزء من هذه الدولة وأن المخول له بتحريك الشكاية هو وزير الداخلية وصرح بأنه سيمنعهم الجمعية من القيام بهذه الشكاية والوكيل العام ليوم يترجم بشكل أو بآخر حبر فتوى بين القوسين فتوى قانونية لا تستند على الأساس أصلا هي فتوى مناقلة القانون لماذا؟ فتوى مناقلة القانون لأن الوكيل العام والنيابة العامة بشكل عام ملزمة بالبحث في كل الوشايات والوقائع التي تصل إلى علمها بل أكثر من ذلك أنه لاحظنا كيف أن تدوينات في الفيسبوك تدوينات على مستوى الصفحات الاجتماعية فتح فيها أبحاث وانتهت بمتابعة أصحابها وأيضا لاحظنا كيف أنه ملفات ووشايات كادي مجهولة عفوا تصل إلى النيابة العامة ويفتح فيها البحث إذن متى نتحدث عن الصفة؟ نتحدث عن الصفة لما تريد الجمعية أن تنصب نفسها طرف المدانين أمام القضاء هنا نتحدث عن الصفة عن وصل الإداء نتحدث عن مرسوم المنفع العامة أم لا والمادة سبعة من القناة المسترى الجنائية واضحة في هذا الباب وبالتالي فالنيابة العامة لا يحق لها أن تحفظ الشكاية تضمانه وقائع ومعطيات تشكل مخالفة القالو الجنائي لأن من شأن مثل هذا الحفظ المؤسس على هذه العلة المزوزة من شأن هذا الحفظ أن يحصن بعض الجنات وبعض المتورطين في قضايا خاطرة أن يحصنهم من المساءلة ومن العقاب وهذا أمر خطير لأنه لا يجز من الناحية القانونية إذ أن النيابة العامة ملزمة بالبحث في كل الوشيات والشكاية التي تصل إلى علمها بمختلف الطرق ولو نرشغت على أعمدة ورقية أو دعامة ورقية أو إلكترونية فيتوجه عن النيابة العامة قانونا تحرك الأبحاث وتحرك المتابعة القضائية ولا شأن لهذه الأبحاث بالصفة من عدمها لذلك اليوم أمام هذا الوضع المحجوز والتضييق على الجمعية المغربية لحماية المال نتسأل من يريد لهذا المجتمع أن يصير نحو الفراغ؟ من يريد أن ينتهي القواعد الدستورية والقانونية؟ من له المصلحة في أن تكون جمعيات ذات مصداقية ومستقلة تحتج ضد مظاهر الفساد وتترافع من أجل تجريم الإطراع غير المشروع وتطويق كل مظاهر الفساد بما يقتضي من ذلك من إصدار قوانين وتشريعات متلائمة أو ملائمة مع اتفاق المتحدة لمكافحة الفساد ومع القوانين الدولية المعاصرة والتي ترمي في نهاية المطاف إلى تخليق الحياة العامة هناك اليوم خطاب للدولة حول تخليق الحياة البرلمانية وتخليق العمل السياسي وهناك اليوم بعض المتابعات القضائية المحركة ضد بعض المطورة بجرائم الفساد وهي متابعة قضائية نتمنها ونشجل إيجابيتها وهناك شبكات اليوم للجريمة المتعلقة بالقضايا الفساد ونهب المال العمرش وتم تفكيكها في بعض المناطق أكيد أن الجمعية المغربية لحماية المالية تقوم دور في هذا الاتجاه وفي هذا الإطار وبالتالي نتساءل من له المصلحة في معاكسة توجه الدولة من جهة ومن له المصلحة أيضا في التضييق على المجتمع المدني المغرب اليوم يترأس لجنة حقوق الإنسان إذن كيف يمكن أن تقرأ مثل هذه الخطوة من تضييق على جمعية مدنية حقوقية معروفة بمواقفها الواضحة مواقف حقوقية واضحة معروفة بتجردها بموضوعيتها باستقلاليتها راكمت مصداقية كبيرة ومهمة لدراء العام بفضل نضالها وبفضل القضايا التي تنادل عليها وبالتالي اليوم لابد الوزارة الداخلية أن تدخل لمتراجع هذا الموقف الشاد وهذا الموقف غير المفهوم وغير المسؤول ونتمنحها لجمعية المغربية إلى حماية المالعام وصل الإداع النهائي لأن عدم منحنا هذا الوصل وحيرماننا منه يشكل عائق أمام توصع نظيم الجمعية أمام هيكلة أجهزة الجمعية أمام عقد ندوات وأنشطة عمومية في القاعة العمومية كل هذا يجعل الجمعية المغربية لحماية المال العام اليوم تعيش هذا الوضع الذي هو شاد وغير مقبول نطلب أنه وزارة الداخلية ونطلب من العقلاء والحكماء أن يعرفوا بأنه لا مجالة للدفع المجتمع حول الفراء بإضعاف الأحزاب السياسية وإضعاف النقبات وإضعاف الإعلام وإضعاف الجمعيات لذلك طرحت شخصيا السؤال إلى أين نسير أمام هذا الوضع سامتيت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة